بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابة أجمعين وعلى الداعين بذعوته إلى يمدين أما بعد فمرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون إلى حلقة جديدة من مجالس الذكر ومجالس السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وإسكال تسليم مواقف واستنباطات ودروس وعبر الصورة التي نزلت رقم ثلاثة أو هي من الخمس الأول تكلمنا عن بعضها وبعض معانيها وهي صورة المزمل وحلقة اليوم هي في قوله سبحانه وتعالى قولا ثقيلة لماذا سمي قولا ثقيلة أولا هناك ارتباط بين قيام الليل لأن الله سبحانه وتعالى أمره أن يقوم الليل ثم علّل ذلك فقال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلة هناك ارتباط بين قيام الليل وبين العون على التكاليف فقيام الليل له ثلاث فوائد عظيمة جدا واحد أنه تربية للنفس وترويض لها والأمر الثاني أنه عون للإنسان على حياته على التكاليفة الشرعية لا يثقل عليك قراءة القرآن وأنت تقوم الليل لا يثقل عليك الصلوات وأنت تقوم الليل لا يثقل عليك الاستغفار والتسبيح وأنت تقوم الليل لا تثقل عليك الطاعات وأنت تقوم الليل فقيام الليل هو المفتاح الكبير والعظيم للعون على الطاعات ولذلك علّل الله سبحانه وتعالى ذلك بقوله قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلة هناك أعباء قادمة وهناك تكليفات قادمة وهناك مهام جسيمة إذا أراد الإنسان راحة قلبية ونفسية واطمئنانا وقربا من الله سبحانه وتعالى فعليه بقيام الليل التقصير في قيام الليل يؤدي إلى التقصير في العبادات الأخرى تجد الذي لا يقوم الليل تجده مقصرا في تلاوة القرآن تجده مقصرا في التكليفات الشرعية وقيام الليل فائدة الثالثة منه أن فيه ساعة يستجاب فيها الدعاء جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام إن في منتصف أو في نصف الليل إن في نصف الليل ساعة يستجيب الله فيها الدعاء لا يسأله عبد مسألة إلا أعطاه إياه وحديث النزول الذي رواه ثمانية وعشرون صحابيا إن الله إنه إذا كان في الثلث الأخير من الليل فإن الله سبحانه وتعالى يتنزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له هل من داع فأجيبه هل من سائل فأعطيه فشملت هذه الثلاثية السائرة البشرية من سائل يسأل الله حاجته وما منا إلا وله حاجة إلى الله سبحانه وتعالى ما منا إلا وهو واقع في ورطة أو في مأزق ما منا من أحد إلا وهو محتاج في حياته لأنواع الحاجات ولذلك عليك أن تقدم في وقت مناسب في زمن مناسب وساعة مناسبة طلبا إلى الله سبحانه وتعالى وهو في قيام الليل فإذا سجدت فقلت اعطني يا رب أو أسألك أن تعطيني كذا وكذا وأن تتودد إلى الله في الدعاء وفي الطلب بعد الثنى عليه لأن هناك فقها في الدعاء يجهله الكثير وهو التودد إلى الله وتفصيل الأمور فصل حاجتك بين يدي الله أسجد لله عز وجل واذكر حاجتك بالتفصيل قال عليه الصلاة والسلام أدعو الله حتى في شسع نعلكم أو بهذا المعنى أي أن المؤمن إذا أصيب بمصيبة أن يدعو الله أن يقضي حاجته في ذلك لذلك هل من سائل فأعطيه فهذا وعد من الله بالعطاء هل من داع فأجيبه هل من مستغفر فأغفر له فإن كنت صاحب ذنب فعليك بقيام الليل إن كانت لديك دعوات وطلبات إلهية ملف من القضايا ومن الهموم ومن المخاوف ومن ما يتوارد في هذه الحياة الدنيا من الملمات فعليك بقيام الليل إن كنت تسأل شيء فاسأل هذا الشيء ممن هو بيده إن الأمر كله لله والله لا يقضى لأحد منا شيء في الدنيا إلا إذا أراده الله عز وجل ولذلك هناك فرق بين عمل الأسباب والتوكل على الأسباب من توكل على الأسباب فقد أشرك بالله ومن عمل بالأسباب فقد وحد الله فالعمل بالأسباب طاعة ولكن لا تتكل عليها وإنما تتوجه بعد الأسباب إلى الله عز وجل وإلى المسببها ولذلك من أهم فوائد قيام الليل هذه الثلاثية الهامة جدا الأولى أنه تربية للنفس الكسولة التي تحب الراحة وتعشق الدفء وتعشق الهوى والشهوات لماذا تقوم بكل الأنشطة بل بعض الناس يؤدي يؤدي الرياضة وهذا شيء حسن لكنه لا يستطيع أن يركع ركعة الوتر وهذا لأن شهواته وأهواءه وغفلته ومعاصيه كبلته كبلته عن القيام حتى ركعة واحدة لا يستطيع أن يركعها فإذن إنا سنلقي عليك قولا ثقيلة يعيث عليك بقيام الليل القرآن الكريم ثقيل من جهات بمعنى حينما تقول أنا زرت رجلا ثقيل الوزن معنى له جاه له منصب له مكانة وإن مكانة القرآن في الكتب السماوية هو المهيمن على ما نزل من جميع الكتب السماوية هو المصدق على ما نزل لما نزل من الكتب السماوية ما فيه حق لم يتغير ولم يتبدر بخلاف ما في الكتب السماوية الأخرى فهو مهيمن ولذلك هو من هذه الناحية ثقيل الوزن والمقدار والمنزلة لذلك فتعظيمه والإيمان به هو جزء من الإيمان بالله سبحانه وتعالى وهو ثقيل من جهة أخرى ثقيل من جهة الوزن الكبير الذي لقارئه تدرون أن قارئ القرآن أنا مرة قلت لبعض لبعض المشايخ ولبعض الناس الموجودين كانوا يظنون أن منزلة الذي يقال له يوم القيامة اقرأ ورق ورطل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كان يظنون أنها لحافظ القرآن قلت له ماذا أفهم الخاطئ لم يقل يقال لحافظ القرآن وإنما قال يقال لصاحب القرآن شوف كلمة صاحب كلمة الصاحب والصديق فلان صاحب فلان يعني أنه ملازم له سأل نفسك هذا السؤال الطبيعي والعادي هل أنت هل يطلق عليك صاحب قرآن هل أنت يطلق عليك صاحب قرآن أولا من ناحية التلاوة كم تتلوه في اليوم هل تتلوه لمدة جزء أو جزئين أو ثلاثة أو خمسة والله أعرف أناس يتلون في القرآن في اليوم خمسة إلى ستة إلى سبعة أجزاء وهي أوقات يسيرة تتقضى لماذا يصبح هذا القرآن يصبح ثقيلا على نفسك بينما تطالع آلاف الرسائل ومئات وآلاف الأحرف والبستات والمنشورات لماذا هو ثقيل من ناحية الأجر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن كان له بكل حرف بكل حرف عشر حسنات ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه يتفلت سريعا القرآن لذلك صاحب القرآن لماذا يتفلت سريعا لتكون على ارتباط به دائم فصاحب القرآن المصاحب لتلاوته المصاحب لحفظه المصاحب للقيام به المصاحب لتأمله وتدبره المصاحب للعمل به فهذا المصاحب المعروف المعروف حتى يقال صاحب القرآن يقال لصاحب القرآن فإذن قول ثقيل من ناحية الأجر والمثوبة من ناحية أنه يرفع صاحبه وهو كذلك من جهة أخرى ثقيل على النفس على الأنفس الشهوانية تريد أن تقيم نفسك تقييما عادلا صحيحا انظر كيف تعيش مع القرآن إن كنت صاحب قرآن فلست من أصحاب الشهوات ومراض القلب فيك منتف إن كنت هاجرا للقرآن لا تقرأ القرآن فاعلم أن فيك شهوات وفيك مرض في القلب وفيك معاسك بلدك فاعدي النظر في تقييم حياتك من خلال مواقفك مع القرآن ومن خلال ثقلك وثقله عليك ومن خلال مصابرتك على أحكامه وتلاوته وقهر نفسك ومجاهدتها في الصبر أن تفتح المصحف يا رجل صبر أن تفتح المصحف وتقرأ تقرأ جزءا في اليوم ماذا سيضرك ويضيرك إذا قرأت ثلث ساعة أو ربع ساعة نسأل الله أن يوفقنا أجمعين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وإلى لقاء آخر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر